أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه وفقا لتوجهات الرئيس السيسي وفق المجلس على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية وخلال مؤتمر صحفي اليوم أشار مدبولي إلى أن الحزمة تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل التزام الحكومة بتنفيذ توجهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي حيمكن أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي حيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية أول حاجة أنه هو إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة حتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات وحتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا ودي حيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات أيضا الموضوع الثاني طبعا قرر أيضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوة الاستثنائية دهي 300 جنيه أن يكون الحد الأدنى يرفع الحد الأدنى للأجور يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه وبالتالي ده طبعا أي حد وده حياسري طبعا بالتبعية على بقية الدرجات المالية المختلفة بحيث أنها هيبقى فيه زيادة متدرجة لكل الدرجات المالية بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور ترجمة نانسي قنقر